عاد المسطح المائي الأكبر في سوريا الواقع بين أطراف البادية وضفاف الفرات وبحيرة الأسد ليروي القرى والبلدات والأراضي الزراعية في محافظة الرقة لسنوات طويلة عانت هذه القرى من إرهاب داعش وانقطاع المياه تماما قبل أن تعود المياه إلى مجريها في الريف الغربي والشرقي للرقة ولسيما لجهة توفر مياه الشرب والري للمزرعات التي تعتبر من ضروريات الحياة هنا تمكننا بخبرات محلية من إعادة تأهيل جميع محطات مياه الشرب حيث تغذي هذه المحطة مثلا ريف الرقة الغربي تعمل مياه الشرب لأكثر من 20 قرية ولحوالي 30 ألف نسمة أبرز محطات الري التي يعمل على إنجازها اليوم المحطة الواقعة على ضفاف بحيرة الأسد التي بقيت لسنوات طويلة خارج الخدمة بسبب التخريب الذي طالها وصرقة آلاتها ومضخاتها من قبل المجموعات الإرهابية بجهود ذاتية ومحلية أنشأنا والمحطات جهزناها لتغذية عشرات القرى أو بالأحرى مياهات القرى في المنطقة التي تأخذ مياهها من بحيرة الأسد استخدام المهارات الفنية المحلية والاعتماد على المعدات المتوافرة وصيانة عشرات الألات إضافة إلى تصنيع قطع الغيار لمحطات الضخ كانت السبب الرئيسية لعودة السكان إلى مئات القرى التي توافرت فيها مياه الشرب والري كنا نعاني من قلة المياه ننقلها بالصهاريج وبتكلفة عالية وبأسعار باهظة كان وصل الخزان قيمة البرمير الواحد وصل معنا لحتى الألفين اللي يرى محطات المياه والريع على ضفاف الفرات حولتها الأياد والخبرات الفنية السورية من أماكن مدمرة ومهجورة إلى منشآت تضخ الحياة في شرائين هذه الأراضي والقرى التي نهشها الحرمان والجفاف لسنوات عديدة اشتركوا في القناة